أي حاجة في الدنيا بتتطور الحجر الزراعي بيتطور في مصر؟ مظلوط، احنا نتطورنا بشكل كبير جداً آخر أربع سنين احنا تحط خطة لتطوير وعادة هيكلة الحجر الزراعي الخطة دي اتعرضت على فخامة الرئيس وصدق عليها ولقى الدعم من وزراء الزراع اللي كانوا موجودين في الفترة دي وآخرهم وزير الزراع الحالي السيدة القصير مع الوزير بيدعم الحجر الزراعي والحمد لله قدرنا نوصل لمراحل كبيرة جداً على عدة محاور مشينا عليها بالتوازي وقدرنا ان احنا نوصل للمرحلة اللي احنا فيها دي أولاً تطوير تشريعي، طورنا تشريعات الحجر الزراعي كان بتقابلنا مشاكل انتوا تشريعاتكم قديمة، انتوا تشريعاتكم جمدة الدنيا بتتطور حولكم وانتوا وقفين محلك سر قدرنا ان احنا نطور تشريعات الحجر الزراعي اللي كانت تأخر تطوير لها كان في 2001 قدرنا في 2019 نطلع قرار جديد للحجر الزراعي واحنا ماشينا حالياً في استصدار قانون جديد للحجر الزراعي هيرفع من شأن الحجر الزراعي ان شاء الله وهيزود شأنه كان عندنا تخيل يا سيد يوسف احنا كان عندنا مقر للحجر الزراعي عبارة عن أربع قوض موجودين في قلب مبنى مش بتاعنا أساساً الحمد لله تخصص مبنى للحجر الزراعي على أعلى مستوى احنا بنقابل وفود أجنبية من بتاع مين لا هو وزارة الزراع وفرت لنا مبنى قبل كده كنتوا في مبنى تاني كنا عادين مع صندوق اسمه صندوق تحسين الأقطان ده كنا جزء خاص بالأقطن احنا كنا واخدين نص دور عندهم كده الحمد لله قدرنا ان احنا نص بالزبط كده عندنا في فترة طويلة وكان المكان دوت على قد بسطته إلا انه كان بيطلع قرارات كان ممكن تربك حركة الدجارة الدولية ما بيننا وما بين دول في حال وجود قفات أو حشرات أو حالة وبائية في دولة ما ممكن نوقف استراض منها وتخيل حركة انها جالنا وزارة وجالنا صفرة وجالنا مستشارين زراعيين من صفرات كبيرة جدا للمكان دوت وكانوا بيستغربوا والمكان ده ازاي بيطلع منه قرارات بتقلب الدنيا